للمجال العسكري وقت أي قوة عسكرية تحترم روحة لما تدخل حرب تضع أهداف هذه القوة الإسرائيل غاشمة وضعت هدفين واضحين يعني لوبلون تحم خط العمليات فيه أولا تحييد حماس معناها حماس كلها ويعني المقاومة الباسدة بفصائلها ثم تحرير الرهاء ماذا حدث بعد 45 يوم ولا شيء اللي قلناها كله صار قلنا باش يدخلوا بدباباتهم وزنجراتهم وجرفاتهم وسيتوغلون ثم يترجلون ثم سيتساقطون كوراق خريفة واليوم رأوا نتكلم على 29 قتيل في اليوم وهذا يعني في بنسبة الجيش نظامي ليه يمكن يتحملوا حتى حد لأني خاصة للمجتمعات اللي تعتبر روحة ديمقراطية وعندها أهالي وعندها ضغط مستحيل بش يواصلوا إذن الشي اللي اللي يقع هو أنه خسروا المعركة يعني صحيح فما برشة ألم وبرشة يعني 13 ألف قتيل نساء وأطفال وهذا كله معناها فاتورة غالية برشة دفعناها لكن في الأخر شنوه شنوه النتيجة العسكرية النتيجة العسكرية تحطيم ثلاثة ألوية ثلاثة ألوية يقولوا رأوا بريقاد يعني رأوا كل بريقاد فيها ثمانين ما بين دبابات وزنجرات على مسؤوليتي ثم على الأقل ثلاثة ألوية معناها تبخرت وتكسرت وتحطمت معناها حبوا يغطيوا قتليهم معاش نجموا اليوم حتى في المقابر انتحم فضحم معناها قال المودي رأوا يومين ندفنوا في خمسين في خمسين معناها جندي قتيل يعني أمور كبيرة ياسر إذن اللي وقع هي بكل بساطة على المستوى العسكري هزيمة نكراء وقتل أي عسكري أي قائد عسكري لم يستطع أن يحق الهداف التي دخلها من أجل الحرب فهو قائد من هزيم إذن أذى العامل الأول اللي خلى الأمور واضح ثم واش بدناها كيف كيف وحطينا صور وقلت لك باب المندب كان ضدك فراه بشيكون معناها ضربة خنجر سميتها النعاود قلت رأوا خنجر في ظهر العدو وثبت كلامي بمجرد أو السفينة تم عنها اختطافها من طرف المقاومة اليمنية وشفت بنا طريقة طريقة كوموندو من أعلى تراث من أعلى تراث إذن هنا شنو وش سير باب المندب بالله يحطنا الخريطة على باب المندب رأوا صغير بكل رأوا هاك المذيق الصغير بكل هذك قادرين اليوم يوقفوا التجارة أو ثلثة التجارة العالمية هذا رأوا يتحملوا لأوروبا ولا الغرب ولا أمريكا يعني تحب تقولي سيد العميد اليوم جماعة الحوثي قادرة على إيقاف ثلثة التجارة العالمية عبر باب المندب بالطبع بالطبع العملين شفناها عملية بسيطة هذهم هنالس يملكوا زوارق سريعة ويملكوا زوارق انتحارية وجربوها قبل رأوا في باورج أمريكية وضربوا باورج أمريكية عندهم توربيدات معناها توربيدات مضادة للسفن يعني أرسنال وعندهم زادة أكلي ورينها هكالمرة كانت تذكر هكالالغام العائمة لو كان يحط كعبتين الغام أنا هي الباخرة أي باخرة يمكن أن تبحر في مكان في الغام إذن هم قادرين يؤلموا التجارة العالمية وهذاك عليش هذا الحدث الثاني نعتبره أنا رقم اثنين بجنرجع بعد للداخل الأمريكي والداخل الغربي ويعني المرجل الذي يغني في أمريكا يعني كل شيء يصب نحو هدنة وهدنة مش مش تكون هدنة قصيرة كما يرغوجون لها ستكون هدن أنا متأكد من هذا لأنه الجيش طبع ثرى الجيش الإسرائيلي لابد له من وقت أن يراجع حساباته يراجع انتشاره يراجع تواغولاته يعني اليوم معناها اليوم العالم الكل حتى أنا شفت أخر تقرير في سيانان وما أدراك ما سيانان يتهمون الجيش الإسرائيلي بالكذب قالوا احنا كنا معاكم في المستشفيات ولم نرى شيء وأنتم يلآن تتكلمون عن انفاق وعن مقر قيادة أي شيء هذا إذن هي هزيمة النكرى أنا قلت لك أن أتذكر قلتها رأوا لو تتوقف الحرب ستعتبر صدمة للأسرائيليين صدمة أكبر من صدمة سبعة نار سبعة لأنهم اليوم شنو صار كشفوا للعالم ضعفهم وكشفوا للعالم أنهم ليسوا الجيش الذي لا يقهر ورغم معناها ألاف الدبابات وألاف مزنجرات وطائرات ويعني مدفعية من أعلى تيراز ودرون معناها يحلق فوق غزة ليلة نهارا والتقتيل ومعناها لم يصلوا إلى أي هدف عسكري وضعوه بي بشنونا حكيو على الهودنة ساعة أولا شوفوا جريدة لطان السويسرية اللي هي عندها تقول معلومات حصرية أفادت بأنه الهدنة هذية جاءت نزولا عندها رغبة كل من بايدن ويحيى السنوار الزوز هذا يعني هناك أحكينا عننا تواجماتين قلتونا كيفيش واسماعيل هنية فبين بالكيشف أنه يحيى السنوار هو من خطط وتحكم وتلاعب بخيوط الهدنة هذية هدنة بتوقيع بين ظفرين كان نجم نقوله توقيع بايدن والسنوار وقف اطلقنا لمدة أربع يام عسكريا هل هي تعتبر مدة طويلة قصيرة واش نحكيوله هنا على زوز جوانب سيد العميد بالنسبة للغزاويين ولفتح المعبر والامدادات الغذائية وغيره ومن الجانب الآخر بالنسبة لمقاومي كتائب القصر هذا كله ذكرناه لكنه بش نرجع له بأكثر طبعا قلناها قبله قلنا راه الحرب تقتضي ثلاثة مستويات لش احنا قلنا راه هنية واتذكر اتفقنا ناوياك اللي هنية هو الرئيس الشرفي وان على الميدان لابد من ثلاثة مستويات المستوى الاول هو المستوى الاستراتيجي السياسي وهنا مقصوم في اثنين الاستراتيجي السياسي والاستراتيجي العسكري الاستراتيجي السياسي يمثله الرئيس التنفيذي الموجود على الميدان لا يمكن ان يكون رئيس سياسي يعني مستوى سياسي كل بر يزم يكون على الميدان لان القائد العسكري استراتيجي سيرد الخبر فمشكون قالوا شبيه توفيق ديدي وياخذ تعليماته يقول رئيس تنفيذي أنا سميته رئيس سنفيذي لأنه لابد أن يكون باتصال مباشر مع رئيس أركانو شاء الله اليوم يفهموا أنا نتكلم باللغة العسكرية الموجودة في الكتب العسكرية في العالم أجمع الرئيس لا يمكن أن يكون بعيدا تشوف وقت يرؤسي يسافر وتصير أي حدث يرجع يكون يسافر يا علش لأنه رئيس الأركان لابد أن يكون يعني الزوز رئيس المستوى الاستراتيجي السياسي والرئيس المستوى العسكري الاستراتيجي العسكري لابد أن يكونوا مبعثا كما نقول وإحنا هنذكركم أقبل رئيس الولايات التحدة الأمريكية يكون معا كولين باو ورئيس أركانو في حرب عراق لابد أن يكونوا في مكان واحد مش حتى في في مكان واحد لابد أن يكون عليش لأنه ردود الخبر إذنك عليش اليوم يحيى السنوار ومحامد الضيف يجب أن يكونوا في مكان واحد بعد هذين مش نلقاه المستوى العملياتي يعني بش ننفذ العمليات حكينا عليه محامد الضيف الشبح الذي سميته أنا اللي شايف دور كافر خلينا توفي الهدنة خاطر من بعد نحب ونعرفه معاك سيد العميد الليلة من هم أبرز قادة حماس نحب ونعرفه شكون القادة اللي اليوم قاعدين يحيكوا الخيوط هذي الكل لكن الهدنة قلنا أربع أيام مدة طويلة مدة قصيرة لصالح شكون مدة طويلة جدا بالنسبة لحماس مدة طويلة جدا طويلة جدا بالنسبة لحماس وقصيرة جدا بالنسبة لجيش يعني نظامي الجيش النظامي قلت لك أنا أعودها قلت راه هو يزمو شهر على الأقل لإعادة انتشاره وترميم معنوياته وإصلاح معداته وإدخال معادات جديدة وإعادة التموضع وقت يبدأ جيش كبير راه هذا هو هو حاصر غزة من كل مكان وتصور قلت ثم تقريبا تاثمية طويلة لو مئتل وثماني قصر ولو مئتل وستين دبابة باش تعاود معناها تعاود تموضع وتعاود تحط عبادك كما ينبغي وتعاود يعني يتمولهم وتعاود يعني ترتح العباد وجيب عباده معناها مقاتلين جدد هذا كل يطلب وقت بينما حماس قاري حسابه انت عام كامل لوجيستيكو مدخراته يعني يعرف اشي يعمل يعني يراه صمود 45 يوم بالطريقة هذه يعني دليل عنه ثم تحذير مسمع وانا اكدت على حشتين قلت راه حماس والقص يعني والمقاومة الباسلة معناها ابدعوا على مستويين المستوى الاول هو التدريب اربع سنوات التدريب ورمياتهم دقيقة وشفتوا وانش نتكلم يعني مثالثة الاحمر وشفتوا رميات دقيقة ما شفتش في حياتي العسكرية في 38 عام دقة مثل هذه دقة العسكرين مهما كان نوحا امريكا روس تحب انتي لابد من خطأ هذا ميخطؤش معناها دليل انه التدريب كان عالي جدا ثم التحذير وركزت قلت لكم راه هاون عاوت قلت راه لكل عسكري يقاتل اربع عسكريين ولا اربع افراد يحضرون للوجيستيك متاعهم وظهر انهم حضروا اللوجيستيك لمدة طويلة جدا لانهم يقاتلوا بكل اريحية وكل شيء متوفر والقذاف متوفرة ويعني يضع عضح غذائهم متوفر وامورهم واضحة ويعني يضعون العملية باقتدار كبير هذا هو يعني الهدنة هذي بش نبدأ فهمين الهدنة مدة اربع ايام هي فترة طويلة جدا بالنسبة للعسكرين للعسكر للمقاومة الفلسطينية وقصيرة جدا لجيش الاحتلال بالنسبة للغزيويين ورجعتكم بعد مقاومة الفلسطينية قال اربع ايام وخمس ايام لانه بش تكون كافية لانه اليوم بدنا نتكلموا على ارجاع المواطنين الى الشمال الى الشمال لانه الناس فقدوا ديارهم وحبوا يرجعوا ديارهم لادخال المعونات خمسة في المية فقط تدخل وقت الحرب ووقت الرميات فما خمسة في المية فقط يعني اليوم لابد ان نفتح رفح وهو فكر وهو وهو يعني انسان له حس استراتيجي كبير فكر في دخول يعني فكر في مواطنيه فكر في المعانات فكر في الاعانات وان شاء الله يكون قادرين على ادخال اكثر ما يمكن يعني معناه شهر ونصف من النقص في الماء ونقص في الدواء ونقص في الغذاء اذا هي فترة معناها بش تكون صالحة خاصة لأهالي غزة لي يعني على الاقل هكذا التخفيف من معاناتهم والتخفيف من من الشيء اللي صار لهم يعني اكل وغذاء غذاء ودواء وما الى اخيره من مستنزمات الحياة لانه حسب الكواليس وتفاصيل الهدنة الفلسطينيون سيستفيدون من وقف الاطلاق النار طبعا اربعين قلنيه يصاحبوا وقف الاطلاق المسيارات الاسرائيلية ستة ساعات يوميا فقط وقت اللي احنا استنينا انه يكون على طول النهار المسيارات تتقف الافراج عما لا يقل عن 150 امرأة وقاصر فلسطيني كما سيسمح الاتفاق ل300 شاحنة مساعدات انسانية بالدخول يوميا الى غزة اضافة الى توفير الوقود والمساعدات المالية وانا اعرف الرجل ولن يطلق رهينة اسرائيلية واحدة دون ان يقف الرمي نهائيا والذكروني السنوار لن يطلق رهينة واحدة بدون ان تتوقف الرمايات نهائيا هذا متأكد منه يعني على الاوراق يقولوا وقف اطلق المسيارات ستة سوية بالنسبة لكنت هدا مش انا نقول لك مش بيش يطلق ومش بيش يوافق الا ما تقف الرمايات نهائيا ويتوقف الجيش اسرائيلي على كل رمي على غزة بيرمتها بكلها واتون شوفوا المصري يقول المية تكذب الغطاس تون شوفوا المية تكذب انا اعرف الرجل انا اتبع فيه انا اتبع الشقين انا ادرس يوميا الشق الاخر هو مش نتكلم عليه ما حدث في اسرائيل لا يصدق اقبل ما نحكيه ما حدث في الشق الاخر تحدثنا عن يحيى السنوار تحدثنا معاك على محمد الضيف منهم ابرز قادة حمس سيد العميد وقت لي قلت راههم يتبعوا في يعني المعارف العسكرية في اعتلاء الجيوش اليوم المقاومة الباسلة لها اذا قائد اركان وحكينا عليه وقلنا محمد الضيف وقلنا اللي عملوا الابداع بالتفصيل وحكينا على الاستعلامات والعمليات وحكينا على اللوجيستيك لكن فما كما في اي جيش يحترم نفسه خطرهم يتصرفوا كما قد لكي جيش محترف فما مساعد لقاعد الركان لانه قاعد الركان ينجم يرتاح ينجم لقدر الله يعني يستشهد لابد من مساعد له القدرة اذا على تعويضه وتعويضه بنسبة 100% وهو سيماروان العيسى ذايا اللي هو يعني الرجل الذي تفتش عنه الجيش اسرائيلي والمخابرات اسرائية منذ تسعينات يعني من نهاية القرن الماضي هم يحاولون باقصر امكانيات القضاء عليه يعني يعرفون انه يعني الرجل تقريبا الرجل الثاني في السلم العسكري يعني كتاب القسام ويعرفون قدرته اذا هو الرجل الثاني لسوشاف ماجور يعني مساعد رئيس الاركام ثم المهندس الذي تمكن من ما ريناه كل من تحويل لربجي 7 الى اليسين 105 يعني يعني قاعد سلاح الهنسة نشوفه في جيش نظامي اللي هو سي عبدالله البرغوثي هذا اللي هو قاعد سلاح الهنسة الرجل الذي تمكن من التصنيع ومختص متفجرات وقام بثورة ومن تطوير المتفجرات الايرانية والروسية هي روسية الاربجي 7 روسية وقديمة هي ميروسية جيون من ايران وهو طورها خلينا نفسرها هذه السادة المستمعين لوكاي جا وخلاوا الاربجي 7 ما كانش تقدر تعمل حد شي مع المركافة اربعة ليش لاني مركافة اربعة طلاوها متفجر كانت تنفجر على الجدار ولا ما تخترقش جاوز دوها اكل رأس المتفجر الاول الذي يفتح الطريق ويخلي الشحنة الرئيسية تدخل في الدبابة وهذا عبقري هذي رو الياسين 105 انا متأكد الجيوش كل بشتوجع ليا داي الدوب التنديم كيفاش بامور بسيطة جدا وصلنا نحطموا في دبابة مثل المركافة اربعة ويستلهمون جاي الجيوش العالم راي تتعبع بعضها لخطر يشوفوا في النتائج رو انا متأكد اليوم في الغرب رو متستغربين كيفاش هالياسين 105 بالسويلة هذي تضرب يعني البرج يتير بكله يعني مش نبوها السلاح هذا اذا هذايا هو قاعد سلاح الهنسة لكتاب القسام ويعتيه صحة يعتيه الصحة على كل الملصقات اكل المتفجرات اللي تلصق في الدبابة يعتيه صحة على على الرجوم المركافة المركافة قديش فيها من حد المركافة في خمسة في خمسة اما نقلت الجند فيها عشرة افراد واضح هي نفس الشاسية تقريب نفس الشكل لكن نقصة لكتورين نقصة المدفع الامامي اما اما راه اه ده بحثوا رو عاملوا فيهم يعني هذوم ابرز قادة هذوم هما ثلاثة المعروفين المعروفين وتبعت حال وقت اللي تكلمت على كل نهار على مركز قيادة مركز يا رو فيه كل شي اليوم رو كتاب القسام يعني رو عندهم متأكد اللي هو مقر مقر قيادة معناها معناها مركز على طرق علمية الولا كي الهيكل المزعوم مهيكل بطريقة علمية ولا متأكد مدامهم يصرفوا كيمهاكية ومدامهم يصرفوا من غير اتصالات ويتصرفوا بالطريقة هذه لوجستيكم ماشي وعملياتهم ماشي واستعلماتهم ماشي لانه شفت كيفاش يعرفوا العدو الموجود الضبط يعني كل شي متوفر كيما تقول البوك هنعود نرجع البوك مرة اخرى يخدموا كيما تقول يعني العلم العسكري وهذا السبب اللي خلاهم منتصرين لانهم مثلا ماشي عشوائية مثلا ماشي اكل السلاح اكل القتال اللي كنا نعرفوه قبل معناها اضرب واختفي لا 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 ثم امور علمية قاعدة معناها خلتهم يصمدوا خمسة واربعين يوم ويوجعون العدو راهوا لصار الجيش اسرائيلي نأكد لك راهوا بشي يكونونهم غزة مش تكون شبح لكل من دخلها غزة لانهم كما تقولنا راهو ثلثين جنود احتياط ناس عاديين تلقوا تدريب ودخلهم واليوم انا متأكد لو كان يجي انسان يعمل بحث تو يلقى اللي اكثر من ثلاثة اربعة الجيش الاسرائيلي يحبي روح لانه ما يعرفش روحو ممشي طلع له وشفته الصور يعني يشوفوه يمشي على خمسة امتار يعني هو متخفي ويراقف الجيش الاسرائيلي اللي هو يمشي يعني يمشي واحد ولا واحد فهمتي ما تفطنوش بالمقاومة اللي ترصد فيهم وتقتلهم اذا كلهم انا متأكد اللي رام ها شوفا كل منظر كيفاش يعني يعني بحق روح كيفاش نستسمع فينا في الاذاعة سيد العميد يحكي على جيش الاحتلال هم منهزمين ومحبتين هاو كيفاش يمشي هاو كيفاش يتراجلوا ريتهم وشوف كيفاش يتلقوا موتهم شوف الصورة بكل تخاذ ايه بالطبع المسيحية ننسى لي عنها مستمعين لكن الصور تتكلموا حدا طبعا سيد العميد هذو ما على راسنا وعيننا سيدة المستمعين ويسألوا فينا على البوكا على خطر ذول فما جدد معنا في الكوميونيوتي ديجيتال البوكا راو الكتب التي تدرس في المدارس العسكرية والتي فيها فن القتال لأكثر والأقل والتي فيها فن القتال من الجانب الآخر وحكينا على المقامة الفلسطينية وحكينا على النظام وهم حكينا على أنهم اليوم قوات نخبة من أعلى طراز انتي قلت الناس ما تغلطش الهدف متاع ويمشيله مية بالمية من الجهة الأخرى خسائر جيش الاحتلال بعد ستة واربعين يوم احنا لمدة سنوات عملنا خطأ كبير خطأ كبير أنا لم ندرس عدو أنا تعلمت في دراساتي إذا إذا أردت أن تهزم عدو لابد أن تعرف عنه كل شيء وأنا أعرف عن الجيش إسرائيلي كل شيء لين أتابعه وأتابع تاكتيكاته وأتابع قنواته وأتابع إذاعاته وأعرف كل كبيرة وصغيرة ويعني أحلل ما يقع إذن إذا أردت أن تهزم عدو لابد أن تعرفه وما فعلته كتاب القسام أنها أمعنت هذه المرة في معرفة العدو معرفة دقيقة عرفة عقيدته طرق قتاله مكوناته يعني تاكتيكاته وهذا كعليش اليوم شفنا اللي قاعدين نشوفه إحنا قبل ديما اللي يمشي يحل قناة إسرائيلية تهمونا بالعمالة لا 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 بالعكس أنا أشجع كل عربي ذكي أن يتابع بدقة هذا الجيش وهذا المجتمع لأنك إذا حب تطيح مجتمع أنت أعرفه أدرسه تو تعرفوا المجتمع الإسرائيلي تبقى هذا اللي عملوهما وإحنا ما عملناهش لمدة سنة هما عملوه وإحنا توا 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 عطتنا عطتنا أقولها ساجلها عليها عطتنا المقاومة الباسلة دروسا للجميع دروس لجميع الجيش العربية أنها يعني مرة عرفوا عدوهم ودرسوه وشافوه كيفش يتصرف ودخلوا له ثكاناته وهزوله حواسيبه هزوله مخطاته وهزوله معناه أخذوا منهم رهائن وعرفوه كيفش تصرف ويعرفوا معنوياته ويعرفوه أنا اليوم ونشجع الجيوش العربية كل وقادر الجيوش العربية وكل ضباط الجيوش العربية أن تعرف هذا العدو لأنه نقول لك السماح المعركة لم تنتهي بل بدأت المعركة الحقيقية مع هذا الكيان المجرم بدأت للتو رأوا مزال قدامنا أشواط وأشواط وأشواط هذه رأي حماسي رأس الحربة أما مزال يستنى فينا برشة أشياء مزال عندي سلام أمانة أحمد الحكم يقول تحياتي المخلصة أستاذ سماح أمانة تسلم على سيد العميد أحمد الحكم من صنعاء اليمن الصامد الحر لكم أنت وين سأبلغ التحية شكرا لك أحمد من اليمن ومزالنا بش نحكيو برشة على اليمن اليوم أحمد شكرا لك شكرا للناس لكل فدوى مرحبا بيك طبعا بينجو مريم ما نعرفش ما شفتاش مريم اليوم مرحبا بيكم الناس لكل اللي قاعدين تبوا فينا التونسي ورسعالي خليل مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة اتبع فينا سيد العميد الجيش المحتل جيش الاحتلال اليوم قلنا بأنه أوراقه مباثرة فما نقطة مهمة بالنسبة للمقامة واضح التمشي واضح شكون حتى ليخف القرارات ويحيى السنوار هو الذي يتكلم باسم المقامة الفلسطينية في الجانب الآخر بين نتنياهو ورئيس أركينو والقوات العسكر والحكومة والثلاثة أحزاب اليمينية المتطرفة اللي اليوم كل حزب فيهم قاعد يحاول أنه يبعد يبعد راسهم ليساير هذا الكل كيف تدار الأمور في الجانب الآخر تدار بعشوائية معناها مذهلة ها وعليش اليوم اليوم برك شكون بقا مصر على رأيه بقا وزوز وزراء اليوم في أقصى 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 اليمين اليوم وزير المالية سبوتريتش وبنكفير لديها وزير الأمل الداخلية متاحهم وذوم وزوز واليوم معناها كانت اجتماع مع يعني ممثلين الرهان وكلاء على روسهم هنقولها باللغة الدرجة نقولها باللغة العربية لأنه بعض اليوم يعني كان صراخ ويعني حملوهم مسئولية وشتم وسباب بين أهالي وممثلين الأهالي وبقا وكانها زوز وزراء الناس الكلها اليوم أذعنوا نتنياهو ورئيس أركانو ووزيره الذي شبهنا بالحيوانات الجميع أذعنوا للهدنة لأنه لا مجالة ماش ماشي طريق آخر مثلا ماشي ماشي رو صخفناها مولا هكا معناها رأفوا لحالنا لا 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 هم الآن يعني يعملوا ما سنبب الفرنسوية لبيلان بشي يعملوا اليوم نتيجة ما صار وليوم خبراءهم والاستراتيجي متاحهم